موسيقى أنا قلت في السؤال هل الوحدان يتعني أن الأب والابن والروح القدس ممؤمن المسيح؟ هذا سؤال الأول والسؤال الثاني نعم هل يعني ذلك أن الأب والابن والروح القدس كانوا يمشون معنا على الأرض لأن المساحة كانت على الأرض كمان فهمت دكتور سامح السؤال خليك معنا أخ محمد ودكتور سامح رح يرد على السؤالين بتوعك شكرا يا أسيس السؤال ده نحن بنقبل أن الله وحدانيته جماعة ونحن زي ما اتفاجنا واحد من جهة الجوهر أوضح النقطة دي يا أخ نزار أنت يا أخ نزار واحد لك جوهر وأنا واحد لي جوهر أنت جوهرك هو روحك الإنسانية أنا جوهري هو روحي الإنسانية إحنا الاتنين واحد ولا منفصلين إحنا منفصلين ليه لأنه أنت ليك جوهرك المستقل عن جوهري ماذا يحدث يا أخي نزار هات إيدك ماذا يحدث لو أنا وإنت لنا جوهر واحد صرت أنت نزار أسف أن أقول نزار كل سرور ما حدا بنادي على جسيس نزار وسامح ما زلنا واحد من جهة الجوهر وإثنين لأن لم نفقد التميز ما زال نزار هو نزار وما زال سامح هو سامح نفس القصة الله واحد له جوهر واحد لكن له ثلاث أقانيم وده معنى كلمة كلمة أكنوم الفرج بين كلمة أكنوم وكلمة شخص كلمة شخص يعني ذات منفصلة كلمة أكنوم يعني ذات في وحدة فإحنا الاتنين حضرتك وأنا شخصين نعم أي لك ذاتيتك المنفصلة عن ذاتيتي أي لك جوهرك المنفصلة عن جوهري معلش يدك مرة تاني لكن ماذا يحدث لو أنا وإنت لنا جوهر واحد تظل تقول عن نفسك أنا وتكلمني أنت كده صرنا أكنومين يعني أكنومين يعني ذات في وحدة نعم فعش كده الآب له ذاتيته والابن له ذاتيته والروح الكديس له ذاتيته ده التمايز الأكنومي فالآب هو الآب الآب مش هو الآب وده سؤال للأخي محمد الآب هو الآب عش كده الآب يكلم تميز بدون الامتزاج تميز تميز نعم أنا بقول تميز Distinction تمام تمام بدون انفصال في الجوهر فالجوهر واحد عشان كده بنقول الوحدانية جامعة لأنه واحد من جهة الجوهر لكن جامع من جهة الأكنومية أو التعينات فهل كانوا يمشوا معاه على الأرض ولا كان أو هم يعني الآب والروح القدس هم المسيح عشان كده أنت بتجاوب أنه متميزين كل واحد إليه تميز فالآب هو الآب مش هو الإبن والإبن هو الإبن والروح القدس هو الروح القدس فده الرد على الأول سؤال تاني سؤال هل كانوا بيمشوا مع المسيح على الأرض لا لأن الأكنوم اللي تجسد هو مين أكنوم الإبن الآب لم يتجسد الروح القدس لم يتجسد عشان كده المسيح لما كان في الأرض في وقت المعمودية في متة ثلاثة مثلا أو لوقة ثلاثة قادي أكنوم الإبن متجسدا على الأرض جي صوت الآب من السماء وشافوا الروح القدس نازلا في هيئة جسمية كأنها حمام فبان تمايز الثلاث أقليم أدي الإبن متجسدا واقفا على الأرض تمام؟ وأدي صوت الآب جاي من السماء وأدي الروح القدس نازل فظهر الثلاث فعشان كده ما كانوش بيمشوا معها على الأرض لأنه غير متجسدين بمطالة بساطة المتجسد فقط هو هو الإبن يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة